ارتفاع بمعدل ثلاثين دينار سجلته أسعار مختلف الخضر بأسواق العاصمة بعد استقرار الأسعار الذي شهدته مختلف أسواق التجزيئة لخضر والفواكه خلال شهر رمضان حسب ما رصدته شروق نيوز في جولة صباح اليوم الجمعة لبعض أسواق العاصمة البطاطانور ما رأي خمسة ألف والبصر خمسة ألف ما طلعش كاينة حتى ألف راك ألف راك زيادة كيما التوم رأي في المستوى رأي خمسين في كيلو كيما زادت حاجة ماشي حاجة كيما زرودية ماشي موسمة حارة في موسمة على الصيف هي نوم ممو يدير عشرة على بريتاحة ما طلع ماذا قعد هو هو عندك الحار الحارة وستاش مستاش سما طالع شوية السارات كانت تركا 4 و 20 دينار وحتى 100 دينار لابيت على العيد لدوزم جيتا العيد أردونا الخدمة ولاتحتى 140 دينار كيما لنبيعها لأيو باسكم خلصا زيادة التجار أكدوا أن أسعار الخضر ارتفعت في أسواق الجملة نظرا لنقص التموين أياما بعد العيد نظرا لنقص التموين نظرا لنقص التموين أن لا يدخل لأيين المسلمين الجاي ان شاء الله يعود ديه بطاب كلش سلعة عودة بطقات وليكي ما كان او نفو دو المشاعر اللي من اللي احنا احنا اندوز المرشي جسا جسا كنت احنا احنا قرب كيف سوق الرحمة سوادي زو سوق الرحمة شغل حنا مشيطة على الرحمة هما مخافضين عسى بس حاجة قليلة خمسة نانير احنا نضرينا في هذا رمضان سوق الرحمة ما القصر شوية 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 اثر علينا على بالك لالا ككل مناسبة تعرف اسعار خضر ارتفاعا محسوسا في الاسواق فبعد ايام فقط من انقضاء شهر رمضان وغلق اسواق الرحمة التي نصبت بمختلف بلديات العاصمة في اطار برنامج الحكومة لكسر الاسعار عاد التجار ليفرض على المواطنين منطقة زيادات الاسعار ما يستدعي تكثيف مبادرات فتح الاسواق الجوارية بهدف المساهمة في وفرة الخضر واستقرار اسعارها